أنا أحب الحسين بهذا الشعار انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سلسلة الذهب المقام في مدينة قم المقدسة والخاص برسومات وقصص الأطفال التي تمحورت حول شخصية الإمام الحسين عليه السلام وأبعادها الإنسانية منذ ولادته وحتى شهادته وصولا لزيارة الأربعين وقد رافق الحدث إقامة معرض فني في ثلاثة أقسام هي فن التصوير وتصميم الحروف أو ما يعرف بالتايبوغرافيك وفن كتابة القصص عرض في المعرض المقام برفقة المهرجان 120 أثرا 70 منها في مجال التايبوغرافيك و27 منها في مجال التصوير والباقي في مجال كتابة القصص وبالمجموع وصل لأمانة المهرجان 650 أثرا من 25 محافظة إيرانية كما أقمنا على هامش الحدث ورشا تعليمية بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم وأساتذة آخرين ولقد كان هناك إقبال جيد على تلك الورش والتي تمحورت حول فنون التصوير والرسم والغرافيك والخط وتصميم الحروف والتصميم الفني والذكاء الاصطناعي في الفن المهرجان الذي نظمته إدارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والشعبية في مدينة قم المقدسة شهد مشاركة جيدة بحسب القائمين خاصة على مستوى الآثار لم نكن نتوقع وصول آثار قيمة كالتي وصلت لأمانة المهرجان الحمد لله كان مستواها جيدة وأهم ما يميز هذا الحدث هو مشاركة الجهات الخاصة والشعبية والحكومية وتضافرها يدا بيد لإنجاحه ولأن موضوع المهرجان يتمحور حول معارف أهل البيت عليهم السلام وبالأخص أبي عبد الله الحسين عليه السلام فقد شكل هذا الأمر دافعا للعديد من الفنانين الشباب للمشاركة في البداية لم أكن أرغب المشاركة في المهرجان لأن إقامته تزامنت مع وفاة والدتي ولكن لأنها كانت تواضب على إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام شعرت أنه يجب علي القيام بشيء لأجلها قبل هذا المهرجان كنت أظن أن السوق يحتوي على كتب كثيرة للأطفال ولكن عندما بحثت وجدت أن هناك نقصا في هذا المجال يعني لا يوجد الكثير من الكتب التي تحتوي على تصوير جيد وقصص جيدة وأظن أن هذا الحدث يمكنه القيام بملء ذلك الفراغ وأن يتخذ الخطوة الأولى لتحقيق هذا الأمر للأدب الحسيني الخاص بالأطفال عناصر تساعد على نجاحه أولها المادة الأدبية المستقات من تراث عشوراء إضافة إلى القانب الفني الذي يعمل هذا المهرجان على تطويره خطوة بخطوة لقناة كربلاء الفضائية علي إبراهيم قم المقدسة إيران